بسم الله الرحمن الرحيم تحية لجميع طلابنا في الصف السابع في مدارس النظمة الحديثة اليوم حنكمل أو حيكون لقائنا في مادة العلوم متعلق بالوحدة الخامسة الفصل الثالث والدرس الأول منه بموضوع انتقال الحرارة مطلوب منا بعد انتهاء الدرس أنه نحقق هاي النتاجات أولاً أنه نعد الطرق انتقال الحرارة أنه نتعرف انتقال الحرارة بالتوصيل وانتقالها بالحمل وأيضاً انتقالها بالإشعاع وأيضاً إعطاء تطبيقات عملية على انتقال الحرارة في المواد المختلفة بدايةً عندي ثلاثة طرق لانتقال الحرارة في المواد المختلفة عندي التوصيل الحمل والإشعاع فإذاً ثلاثة طرق لانتقال الحرارة في المواد المختلفة هذا بيرجع إلى اختلاف طبيعة المادة في الحالات الثلاثة نجد إنه المادة في الحالة الصلبة تكون جزيئاتها متماسكة جداً المادة في الحالة السائلة تكون جزيئاتها أقل تماسكاً وهذا التماسك يكاد يكون معدون في حالة المادة الغازية عندي مجموعة من المشاهدات تتكرر معنا بشكل يومي إنه لما منحط في صحن مثلاً شورب ساخنه ومنحط فيها المعلقة الفلزية نجد إنه طرف المعلقة أصبحها ساخنة أيضاً هون عندي لهب بنسن وهون عندي مكعب من الجليد قدرت توصل الحرارة من لهب بنسن لمكعب الجليد مع إنه بعيد مع ملاحظة بوجود قضيب في الزي أيضاً دائماً بنصحونا إنه نشرب الشاي في كؤوس زجاجية وليست كؤوس في الزي وهون عندي لهب بنسن قدرت الحرارة من خلاله إنها طبعاً من خلال هذا القضيب إنها توصل من هذا الطرف إلى هذا الطرف كيف؟ وهون ليش احتجنا نمسك هذا أو هذا الوعاء الساخن باستخدام المساكن؟ هاي المشاهدات كلها يا سابع تتعلق بانتقال الحرارة بالتوصيل عشان نتعرف عليها أكتر خلينا نشوف هذا الفيديو المتعلق بتجربة موجودة عندك بالكتاب هاي أو هاي التجربة هي عبارة عن دبابيس ثبتناها بقطع شمعية على قضيب في الزي أو قضيب نحاسي وعرضنا طرفه لهب بنسن خلينا نشوف شو هيصير في التجربة إذن زي ما إحنا شايفين يا سابع هون عندي لهب بنسن هون عندي قضيب في الزي مثبت عليه دبابيس منلاحظ أنه دبابيس صارت تسقط واحد تلو الآخر أول واحد سقط هو القريب من اللهب وآخر واحد سيسقط هو البعيد عن اللهب كيف أدرت الحرارة توصل من هون لهون؟ خلينا نرجع لدرسنا إذن نستنتج يا سابع أن الدبابيس سوف تسقط أو نلاحظ أن الدبابيس سوف تسقط ياريت ننقل ملاحظاتنا على صفحة رقم 89 من الكتاب لكن اختلفت في سرعة سقوطها الدبابيس الذي سقطه أولا هو الأقرب للهب بنسن أو الأقرب للشمعة والذي سقطه بآخر إشي هو اللي أبعد إذن تختلف في سرعة سقوطها طيب الدبابيس القريب من اللهب بنسن عرفنا كيف كسب الحرارة من اللهب بنسن طيب الذي كان بعيدا عن اللهب بنسن كيف قدر يوصل له الحرارة؟ معناته كأن الحرارة انتقلت من الجزء القريب من اللهب بنسن إلى الجزء البعيد عن اللهب بنسن يعني اللي موجود عندي في القضيب الفلزي فهذا يدل على أن الحرارة تنتقل في المواد الفلزية خليونا نشوف كيف الحرارة تقدر تنتقل في المواد الفلزية فيما يعرف بعملية التوصيل فالتوصيل يا سابح هي طريقة انتقال الحرارة في المواد الصلبة يتم انتقال الحرارة من الطرف الساخن إلى الطرف البارد تدريجيا كيف عرفنا تدريجيا؟ باختلاف سرعة سقوط الدبابيس يعني كان عملية انتقال الحرارة بشكل تدريجي كيف تحدث عملية التوصيل؟ خليونا نشوف هذا الفيديو لحتى نعرف كيف تحدث عملية التوصيل في المواد بشكل عام ونشوف هذا الفيديو يا سابح عندي لها ببنسن عندي هون قضيب فلزي جزيئات ومترسة زي ما احنا شايفين صار عندي انتقال الحرارة بشكل تدريجي كل جزيئ باتصب حرارة بمررها للجزيئ اللي بجنبه بيهتز بيمرر جزء منطقته للجزيئ اللي بجنبه هيك وصولا إلى الجزيئ البعيد عن لها ببنسن ولاحظنا طبعا هلا سقوط الدبوس يعني الحرارة وصلت له نرجع نسجل ملاحظاتنا على درسنا فإذا نستنتج يا سابح أن جزيئات الطرف القريب نلها ماذا حدث لها؟ ماذا حدث لها؟ اهتزت واكتسبت طاقة حرارية نتيجة لذلك فإنها سوف تهتز وينتقل جزء من طاقتها لمين للدقائق القريبة لها فترتفع درجة حرارتها وينتقل جزء من هذه الطاقة إلى الجزيئ القريب وهكذا خلينا نشوفها كيف بالرسة هيا عندي هون جزيئات متراصة لأنه احنا بنحكي عن مادة صلبة هذه الجزيئات سوف يعني يتم اكتساب كل واحد منها لجزء من الطاقة الحرارية بده يهتز هذا الاهتزاز وجزء من هذه الطاقة الحرارية ينتقل إلى الجزيئ المجاور لإله باكتسب طاقة حرارية ويهتز وينقل جزء منها للجزيئ المجاور لإله وتستمر هذه العملية حتى يوصل أو تصل الحرارة إلى الجزيئ البعيد عن لها بنسل وتستمر هذه العملية حتى يسخن جميع أجزاء المادة الفلزية هاي الطريقة بنسميها عملية التوصيل ولعله لاحظنا أنه ليش ممكن تزبط في المواد الصلبة لأنه جزيئاتها متماسكة هذا التماسك أدى إلى أنه سهولة انتقال الحرارة في المواد الفلزية بطريقة التوصيل كأنه كل جزيئ عم بيوصل الحرارة للجزيئ اللي بجنبه أيضاً لاحظنا أنه عملية انتقال الحرارة للجزء الأبعاد أخذت وقت أطول بدلالة أنه الدبوس اللي موجود بعيد عن الطرف هو سقط بالأخير وأول واحد سقط اللي هو الجزء الأقرب للأهب هاي العملية السابعة شو بدأ أسميها التوصيل فإذا استنتجنا أن التوصيل هو عملية انتقال الحرارة في المواد الصلبة بحيث يتم انتقالها بشكل تدريجي كل جزيئ بيتسب حرارة بنقل جزء منها لمين للجزيئ المجاور لإله هل تتشابه جميع المواد الصلبة في موصليتها للحرارة؟ وهالجميحة ممكن أن نوصفها بأنها موصل الحرارة؟ خلينا نشوف هذا الفيديو حتى نتوصل مع بعض لإجابة عليه عندي هون يا سابعة لها بنسان مواد مختلفة فيلزية وجزء منها غير فيلزية مثبت عليها دبابيس زي ما شايفين إحنا سوف نجد بطبيعة الحال الحرارة حتى تقدر توصلهم بالتوصيل وهذا لاحظناه بسقوط الدبابيس لكن سرعة سقوط الدبابيس مختلفة لأنه هون إحنا شو اللي غيرنا يا سابعة نوع المادة فهذا يدل على أن المواد المختلفة أو المواد الصلبة تختلف في سرعة توصيلها للحرارة في عندي مواد موصلة بشكل سريع مواد غير موصلة أيضاً زي ما بدنا نحكي هلا عن الخشب فإذن تختلف طبعاً المواد في توصيلها للحرارة وتقسم إلى قسمين مواد موصلة للحرارة ومواد رديئة التوصيل للحرارة المواد الموصلة للحرارة مثل النحاس، الألمنيوم والحديد مع ملاحظة اختلافها في درجة توصيلها من هدولة الثلاث مواد مين أكتر واحد موصل؟ النحاس مين أكتر من النحاس؟ الفضة زي ما شفنا في التجربة في أيضاً عندي مواد رديئة التوصيل للحرارة وإحنا نسميها عازلة بحيث أنها تكون غير موصلة للحرارة مثل الخشب الخشب بيخترق قبل ما إنه يوصل الحرارة إلى الطرف اللي هو البعيد فإذن نحن نوصفه بأنه عازلة الحرارة طيب، هل جميع المواد تنتقل فيها الحرارة من خلال عملية التوصيل في الواقع؟ لا على سبيل المثال الماء هو مادة رديئة للتوصيل لكن كيف يسخن الماء؟ لابد من وجود طريقة تسخين أخرى وهي الحمل فإذن هي الطريقة التي تحدث في جميع السوائل نسميها الحمل إذن كيف تسخن السوائل من خلال ما يسمى بطريقة الحمل؟ خلينا نشوف يا سابع تجربة موجودة عندك صفحة رقم 91 بدأت تحكي عن عملية انتقال الحرارة في السوائل عشان نعملها بلزمنا حامل بهذا الشكل بلزمنا ما يسمى بأنبوب دوران الماء بلزمنا لهب بنسن بلزمنا أيضا نشارة الخشب هنقوم بوضع نشارة الخشب والماء في هذا الأنبوب ونعمل على تشغيل لها بنسن بعد مرور وقت هنلاحظ أنه نشارة الخشب صارت تتحرك وإذا انتبهنا لحركتها حتكون حركتها صعودا وهبوطا طيب شو هو الإشي اللي حرك نشارة الخشب؟ في الواقع يا سابع أثناء تسخين الماء تتولد ما يسمى بتيارات الحمل الصاعدة وتيارات الحمل الهابطة شو هي تيارات الحمل الصاعدة يا سابع؟ هي أنه المي بس تسخن بدها تتمدد وطبعا يزداد حجمها ولوين بدها تطلع لفوق ليش؟ لأنه كثافتها قلت لما تطلع المي لفوق على شكل تيار ونسميه تيار حمل صاعد ماذا سوف يحل محله؟ تيار الماء البارد اللي حينزل للأصفر عشان يتسخن هذا التيار بنسميه تيار حمل هابط تتكرر العملية على هيئة تيارات تيار حمل صاعد وتيار حمل هابط عشان نشوقه أكتر خلينا نشوف هاي الصورة مع بعض منلاحظ أنه هنا يا سابع ماء ساخن تمدد قلت كثافته طلع لفوق حل محله ماء بارد سخن تمدد طلع لفوق حل محله ماء بارد تستمر هذه العملية حتى يسخن جميع الماء فإذن هاي الطريقة شدنا نسميها يا سابع انتقال الحرارة بالحمل عندما يسخن الماء إذن اتفقنا أنه سوف يتمدد وماذا يحدث له؟ تقل كثافته ويصعد إلى الأعلى مكونا ما يسمى التيار الحمل الصاعد الماء البارد سوف يتحرك إلى الأسفل بحل محل الماء الصاعد نزول الماء إلى الأسفل شو بد ما يكون اسمه؟ تيار حمل هابط عشان هيك كنا نشوف نشارة الخشب عم تتحرك الماء الطالعة بتطلع محن شارة خشب الماء لما تنزل تنزل محن شارة خشب يتم عملية اللي هو الصعود والهبوط لتيارات الحمل الصاعدة والهابطة حتى يسخن جميع السائل هذا الإشي نقدر نشوفه كثير بحياتنا العملية لما إحنا نقوم بإعداد شاربة الخضار طبعاً منحطها مع الماء علشان تساعد على إنضاجها لأنه الماء حضلها تطلع لفوق هيئة تيار حمل صاعد وتنزل للأسفل على هيئة تيار حمل هابط طبعاً مين بتحرك معاها؟ الخضار مما يساعد طبعاً على عملية إنضاجها فهاي كانت موضوعنا بالنسبة للحمل ولكن هل يحدث أيضاً الحمل في المواد الغازية في الواقع نعم؟ إذن يمكن أن يحدث في الهواء نجد إنه الهواء الساخن دائماً كثافته قليل بيطلع له فوق بحل محله هواء بارد بينزل للأسفل بيسخن بيرجع عندي يطلع له فوق هاي التيار حمل صاعد عندي تيار حمل صاعد للهواء الساخن تيار حمل هابط لا الهواء البارد في عندي آخر طريقة لعملية انتقال الحرارة في المواد وهي ما تسمى بالإشعاع داماً نتساءل كيف إحنا بتقدر توصلنا أشعة الشمس وحرارة الشمس على الرغم من إنها بعيدة عن الأرض؟ هذا بيرجع لعملية انتقال الحرارة من خلال الإشعاع علشان نعرف الإشعاع في عندي تجربة موجودة في كتابة مطلوب منه إنه نشغل مصبح كهربائي تيبلام مثلاً وإنه نقوم بوضع إيدنا طبعاً بعيداً عنه بعد ما تمت عملية تشغيله ماذا سوف تلاحظ؟ أكيد ستلاحظ إنه الحرارة وصلت لإيدك طب كيف قدرت توصل؟ لأنه في عندي صار انتقال بعملية من سميها الإشعاع فعملية انتقال الحرارة يا سابع بالإشعاع هي تحدث عندما تنتقل الحرارة عبر وسطين يا بالهواء أو عبر طريقتين إما بالهواء أو بالفراو أعطيني مثال على حرارة تنتقل بالإشعاع عبر الهواء مثل لما نشغل صوبة أو نشغل نار بهذا الشكل إدرت توصل حرارة النار إلى إيد الشخص اللي هون من خلال ما يسمى بالإشعاع يعني كأنها النار أشعت حرارتها باتجاه الإيد كمان عبر الفراغ مثل لما انتقلت حرارة الشمس إلى الأرض فإذن يا سابع ممكن إحنا نلخص طرق نقل الحرارة بثلاثة طرق أولا التوصيل زي ما إحنا شايفين في المادة الفلزية الإشعاع عبر الفراغ أو عبر الهواء زي ما إحنا شايفين وعنده هون تيارات الحمل إما بتكون عندي في الماء أو يعني في السوائل أو في الحالة الغازية أو يعني اللي هو في الهواء عندي مجموعة من الأسئلة موجودة عندك صفحة رقم 93 نبلش بأول سؤال وهو تطوير المعرفة تطوير المعرفة صفحة رقم 93 عم بيحكي عن إشي اسمه الطباخ الشمسي من اسمه طباخ شمسي فأكيد هو بدو يستخدم طاقته أو حرارة الشمس في عملية الطبخ علشان نقدر نعمل هاي العملية لازم أنه يتميز بخاصية معينة هذا الطباخ وأنه لازم يتكون على مرايا مقعرة طيب ليش لازم يكون يحتوي على مرايا مقعرة لأنه المرايا المقعرة يا سابع تعمل على عكس وتجميع أشعات الشمس بون بتجمحها في نقطة من سميها البؤرة فبتزيد درجة الحرارة فهذا يساعد في إنضاج الطعام فإذاً هي الفكرة أنه إحنا نستخدم حرارة الشمس في الطبخ لحتى نقدر نستخدمها لابد أن نجمحها باستخدام ما يسمى بالمرايا المقعرة عندي أيضاً في نفس الصفحة اللي هو سؤال التقويم والتأمم التقويم والتأمل يا سابع عندي هو سؤالين السؤال الأول عندي مجموعة من العمليات اللي من خلالها بدأتصير تسخين والمطلوب مما أنه إحنا نحدد الطريقة التي سوف تسخن فيها كل حالة من الحالات من ألف إلى دال ألف ويحكي لنا إنه تسخين الماء في إبريق فلزي نركز على كلمة فلزي هلأ تسخين الماء اللي موجود في إبريق فلزي هون عندي طريقتين واحدة بتخص الماء واحدة بتخص الإبريق الفلزي الإبريق الفلزي كيف بده يسخن من خلال التوصيل لأنه هو عبارة عن مادة صلبة وماء الفلزات تنتقل الحرارة فيها من خلال التوصيل طيب تسخين الماء الماء كيف بده يسخن من خلال عمليات أو طريقة الحمل لأنه هو في الحالة السائلة بالنسبة لبام وضع يدك بالقرب من المدفأ المشتعلة كيف حتسخن الإيد لما نحطها قريباً للمدفأ المشتعلة أكيد هلأ حكينا عنها بطريقة الإشعاء جيم كيف حتسخن الشمس أو حتسخن الشمس فطح الأرض لأنه حكينا تنتقل الحرارة من خلال الإشعاء وآخر واحدة دال كيف ممكن أنه تسخن معلق الطعام محطوطة في ماء ساخن أو في أي طبق يحتوي على مادة ساخنة أكيد حكيناها في مقدمة درسنا من خلال عملية التوصيل سؤال الثاني مجموعة من المشاهدات بدنا نفسرها الأول واحدة لماذا تصنع أواني الطهي عادة من الفولاذ ومن الألمنيوم؟ طبعاً لأنها مواد موثل حرارة فلما تكون موثل حرارة هذا يساعد في إتمام عملية الطهي ونضج الطعام هلأ بقى بيحكونا ليش مقابض أدوات الطهي وأواني المطبخ عادة يتم صناعتها من الخشب أو البلاستيك بيرجع حد إلى خاصية موجودة في البلاستيك والخشب حكينا عنها أنه هي مواد عازل حرارة فهذا بساعد على حمل هذه الأواني دون الإصابة بحروق هيك بنكون يا سابع أنهينا درسنا لهذا اليوم بتمنى أنه يكون وصلت المعلومات أو تكون وصلت المعلومات لإلكم بتمنى برضو أنه تتابعوا موقع المدرسة للحصول على أوراق العمل والواجبات الإلكترونية يعطيكم ألف عافية ونراكم إن شاء الله في لقاءات قادمة